بدأت أعمال اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال اعتبارا من يوم أمس وقال القاضي جاسم محمد العجلان رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى قال إن اللجنة باشرت عملها وبدأت في استبدال عدد من العقوبات للمحكوم عليهم من الأطفال وأكد رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى أن السلطة القضائية لاهتماما كبيرا في تطوير المنظومة القضائية الخاصة بحقوق الطفل وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمتفقة مع رؤية جلالة الملك المفدى أيده الله الإصلاحية وذلك حفاظا على حقوق الأطفال في الحماية من الانتهاكات وسوء المعاملة والحق في إجراءات التقاضي السليمة